نستكمل حل اسئلة على التنسيز وخاصة على المستقبل البسيط ثم ننتقل الى سؤال قاعد كتابة الجملة الموجود في الوحدة الاولى ان شاء الله لان السمبل فيوتر احنا شرحناه قلنا عنده شكلين اللي هو المستقبل البسيط قلنا اما بيجي عندي ويل زائد الفيرب وان او ام از ار افعال بي في حالة المضارع مع الغالن تو زائد مين زائد الفيرب وان قلنا الشكلين صحيحات للمستقبل البسيط مستحيل ان الوزارة تجيبهم مع بعض وتخربط الطالب الا اذا كان فيه دقة في الموضوع وعمر سابقا الوزارة ما جابت الحكاية بجيب شكل واحد فقط حتى لو جاءت دلالتين واحدة على الويل واحدة على القونج تو الوزارة فقط تجيب خيار واحد فقط اما الويل زائد الفيرب وان او افعال بي المضارع مع القونج تو والفيرب وان نقرأ الجملة الاولى ات سبيس او فراغ كلاودي تمورو الجملة هون تحتوي دلالتين على نفس الشيء عنا كلمة بمعنى طقس وعنا كلمة تمورو بمعنى غدا هلا هاي بتحكي عن بتحكي عن يعني بس احنا منشتغل هون على الوزار الوزارة يعني من خلال النشر الجوي او تقرير الطقس راح يكون الجو غائم غدا اذا بينا انه منحكي على بروديكشنز وذ افدنس اذا الجواب منطقيا راح يكون ام او او از او او ار مع ال قونج تو مع الفيرب وان فالخيارات راح تكون بما انه الات فاعل مفرد راح تكون از قونج تو مع الفيرب وان فلا راح يكون الخيار واز ولا واز قولن تو بي ولا اول ار مستطنية لانه الفاعل مفرد والر تستخدم مع الجمع بما انه هاي مفرد يعني الطالب امره لازم يكون ذكي في اختيار او استثناء الخيارات هاي مع الجمع ما بتزبط فالخيار الصحيح سيكون الجملة الثانية لأن الدلالة الموجودة عندي هون تنبوها دون وجود دليل عليها إذن المنطق راح يكون عندي أن الجواب راح يكون عندي مع التصريف الأول إذن I الرب راح يستكمل الجملة إذن الخيارات الموجودة عندي هون ما راح يكون عندي وجود سي ولا هاسين الجواب راح يكون ولا سي فجواب الجملة المنطقي راح يكون I'll probably see my older friends at the meeting الجملة الثالثة I spaced to the shopping mall with my parents next week الفاعل I طبعا والدلالة الموجودة عندي هون next week دلالة مستقبل لكن هون تحكي عن future plans الآن الجواب المنطقي راح يكون عندي مبدئيا إذن I'm going to مع الفرب إذن I'm going to مع الفرب نطلع الخيارات الوزارية was going to خطأ have gone خطأ ونت خطأ إذن الجواب المنطقي I'm going to go إذن سير I'm going to go to the shopping mall with my parents next week نجعل جملة الرابعة I think هون عندي I think دلالة دلالة من الدلالات will productions without evidence سلما at the meeting تمورو عندي تمورو هلا تمورو feature plans لأن إذا اجتمعنا الدلالتين مع بعض الخيارات الوزارية ممنوع يكونوا جيدين will will going to بوجود أفعال ب مع الفرب واحد منهم فقط فالجواب يعني راح يكون is going to مع الفرب وان أو will مع الفرب وان بما أنه سلما فاعل مفرد نطلع الخيارات الوزارية was ممنوع الار going to ب ممنوع لأن الار هون صيغة الجمع سلما مفرد الآن was going to ب خطأ إذا الجواب راح يكون عندي will زائد الفرب وان will زائد الفرب وان هيك إحنا منطقيا منكون أنهينا الأزمنة الموجودة في الوحدة الأولى من عند symbol present إلى symbol future الآن بدنا نشتغل على ألية التعامل مع سؤال أعد كتابة الجملة الموجود في الوحدة الأولى نرجع الآن شوي إلى كمان شوي مشان نبلش فيهم من البداية الآن هذا هو سؤال قاعد كتابة الجملة الموجود في الوحدة الأولى طبعا هذا سؤال مهم جدا دائما موجود في الجملة الوزارية سواء كان سؤال ريرايت قاعد كتابة الجملة بإيدك أو سؤال سير كل ضع دائرة لكن الأحرف الطالب أنه يشتل المادة بإيده يعني يحول بإيده بعدين يختار الجواب الصحيح لكن يجعل الموجود لات عنا وصير ينقل يختار خطأ لازم تحل بإيدك بعدين ترجع تختار الجواب الصحيح حسب حلك الآن قاعد مع سؤال ريرايت في الوحدة الأولى أول تحويل راح يكون عندنا التحويل على الماضي التام اللي هو past perfect والform تبعه had زائد التصريف الثالث اللي هو past فهار تصبر هون بكون عندي الجملة الوزارية تتكون من sub subject زائد vert التصريف الثاني للفعل بعدين عندنا هون تكملة الجملة حتى نصل الدلالة and then and then هي دلالة على تحويل إلى الماضي التام طبعا بالشكل هذا بعدها راح ينلاقي sub زائد vert وآخر إذن هون الجملة بتتكون من جزئيتين أو من شقين فاعل زائد فاعل تصريف ثاني ثم وجود and then بعد ذلك راح يكون عندي فاعل زائد تصريف ثاني آخر طبعا المختلفات عن بعض الآن كيف أنا أريد أعرف أنه التحويل على الماضي التام الوزارة هون جملة التحويل اللي هي الآن أريد يشتل عليها الطالب في عنا دلالة أو تعبير الزمنية فأنا هون بستدل أني أنا لازم أشتغل تحويل على ال past perfect الآن أنا بدي أجي أقسم الجملة الأولى إلى عدة أجزاء وأسهل على حال طريقة الحل الآن الجملة الأولى عند and then أفصلها بقوس وبسميها الفرع A شو بدي أسميها بسميها الفرع A طب ليش بسميت مثلا ما قلت الفرع واحد أو كذا بدي أسميها أنا الفرع إيلا شيء في بالي ما بعد and then اللي هي sub والver وتكملة الجملة بدي أسميها الفرع B إذن صار عندنا الفرع A والفرع B الآن after زائد sub بكون موجود بفراغ before زائد sub بكون موجود بفراغ طب أنا ليش استخدمت A و B طلعوا على التعبير الأول اللي هو after after تبدأ بكلمة أو بالحرف A before تبدأ بالحرف B طب شو بدي أربط أنا الجملة الوزارية الأصلية حتى أريح نفسي بالحل الآن دائما طريقة التحويل دائما الخطوة الأولى وهنا نقوم دائما بتحويل الفعل الموجود في الجملة الأولى اللي هي الجملة A من ماضي بسيط simple past اللي هو الver to بدي أحذفه إلى past perfect إلى ماضي تام had زائد verb ثري إذن الراد دائما نكتب عليه يحول إلى had زائد verb ثري دائما دائما يعني ممنوع يتحول للجزء الثاني إحنا دائما تحويلنا بكون على الجزء الأول إذن هاي بتكون تتحول إلى had تصريف ثالث من نفس الفعل الغاب إذن وذلك لأنه حصل أول كيف يعني لأنه حصل أول آه منطق الجملة هي an then معناها بعد ذلك وبعد ذلك مثلا سامي سوى كذا كذا وبعد سوى كذا 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 إذن الجملة الأولى هي الجملة الموجودة في الفرع بي حصلت قبل الجملة الموجودة ويا في الفرع بي الخطوة الثانية في الجملة الثانية نحذف and then بنجي على and then بنستبدلها بايش تستبدل بفاصلة كما فأنا بدي أجي أكتب مكان and then شو بدي أحط حط الفاصلة هاي الفاصلة موجودة هون وهي الفاصلة موجودة هون إذن هاي شو بنستبدلها فاصلة كما الآن ونبقي الفعل الثاني اللي هو الفعل الموجود في الفرع ب verb 2 كما هو بنجي على ها ويقول هو يبقى كما هو يبقى كما هو إذن صارت عندي الجملة sub زائد past perfect اللي هو الهات زائد الverb 3 هون صارت فاصلة هون sub زائد من الverb 2 لأن نرجع إلى خيارات الخيارات الوزارية المطروحة إما after زائد sub أو before زائد sub لأن بما أنه after نبلش بالفعل ايه بدنا نستخدم هون الفرع ايه يعني أنا أربط أنه ايه أقرب إلى ايه بعد الفاصلة نحط من الفرع ب مع before لا بد هتيجي الأمور بالعكس بدنا ناخد الفرع ب ثم ما بعد الفاصلة بده يكون عندنا الفرع ايه يعني هون مع وهون عكس هون مع واللي تحت عكس يعني طبعا مع بقاء التحويل دائما إلى الفعل الموجود في الفرع ايه إلى هات فيرب ثري والجملة الثانية شو بده أتضل فيرب تو الآن after قلنا بده ياخد الفرع ايه فاصلة بدل الآن ذن ثم الفرع ب اللي هو الفرع بفور بده ياخد الفرع ب الفرع البعيد ثم أنقل الفرع ايه ما بعد من الفاصلة فتحول بتصير عنا شكل جملة after زائد سب الفرع ايه تحول من فير تو إلى هات فير ب ثري يعني إذا كان آرائف بصير هات آرائف ثم نستبدل الآن ذن بالفاصلة بعد هيك سب زائد الموجود في فرع ب لأن بفور زائد سب نجيب الفرع ب الفعل البعيد اللي هو الموجود في الفرع الثاني زائد الفرع ثاني زائد الفاصلة بدل ثم نجيب الفرع ايه الموجود بالأول سب زائد هات فار ثري فصارت أنه بوجود after ناخد الفرع الأول اللي محول إلى هات زائد ثري الفاصلة بدل والفرع ثم الفرع ايه اللي هو هات زائد الفرع اللي ما قمنا بتحويله دائما من ذيرت إلى هات